موسيقى نتدخل في هذه القضية في ثلاث جوانب محددة التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني الحق الإنسان ورجانه الجهوية الجانب الأول هو مراقبة شروط المحاكمة العادلة في المحكمة من خلال متابعات الملف في جميع تفاصيله وفي جميع مراحله إلى أن يصطر فيه الحكم الجانب الثاني هو المتعلق بالدعم النفسي للفتاة وهذا من خلال طبيب مختص لكن حيث تبين أن الفتاة تعرضت للوشم في مختلف أنحاء جسمها فإن الأمر يتعلق بمصاحبة طبية في جانب آخر أما الجانب الثالث فهو السعي إلى استرجاع مقعدها الدراسي باعتبار أنها كانت تدرس في المرحلة الإعدادية وتوقفت منذ ثلاث سنوات تقريبا وفي نقاشنا معها ومع عائلتها تبين بأنها لديها رغبة في أن تعود إلى صفوف الدراسة وسيكون هذه الخطوة إذا تحققت خير عامل من عوامل إعادة إدماجها إذا تحققت بتنصيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سنسعى إلى هذا الغرض إذن هذه الثلاث جوانب الأساسية التي تتدخل فيها من خلالها اللجنة الجهوية لحق الإنسان في هذا الملف لا تفوتني الفرصة أن أهيب بجميع المتدخلين في هذا الملف بأن يحترموا بعض التفاصيل التي أفترض بأنهم على علم بها وفقط أريد أن أذكر بها ويولا احترام القوانين في التعاطي مع الوتائق إلى غير ذلك احترام حقوق الطفل في حمايته مما يمكن أن يتعرض له احترام حق الخصوصية سواء فيما يتعلق بالوتائق التي تصل إلى أيدي عدد من المتدخلين في هذا الملف أيضا أريد أن أهيب بالمتدخلين بأن يراعوا بأن كثرة تصريحات هذه الفتاة أو عائلتها قد يكون بين هذه التصريحات بعض الاختلافات وقد تستعملوا ضدها أثناء جريان المحاكمة نحمل المسؤولية للدولة المغربية لماذا؟ لأنها أولا تنازلت على التعليم التعليم لأن تعتبر التعليم هو الضمانة الحقيقية لزرع القيام ديال المواطنة هذه الطفلة هي ضحية هذا المدرسي لأنها لو كان قرات وكملات قرأتها ما يوقع لها هذا الشيء بمعنى مسؤولية الدولة تابتة عد زائد أنها تنتمي إلى أسرة فقيرة يعني بنت قع الشعب بنت قع الشعب وهنا كانت سألوا علاج ابنة الشعب المغربي هما اللي كيتعرضون لهذا النوع ديالجرائيم هذا النوع ديالجرائيم ما كيتعرضوش عليها ابنة الطبقة العليا يعني كيف استباح هؤلاء المجرمون هذا الجسد ومشي غير كين اختصاب وتصور الاختصاب اللي كان اعتبروه يعني جريمة كبيرة وتخلف ألم مريرة وعنده واحد الوقع مرعب علينا دبما بقاش الاختصاب هو ولا الوشم يعني الوشم هاد الوشم لمع الأسف سمعت بي أن القانون لا يعاقبه ولكن هاد الوشم را عنده دلالة رمزية وربما عنده واحد العنف رمزي كبير جدا لأن الوشم معنى أنه وشمها بشي وشمها غيب العار وشمها بأكتر من العار أولا غادي اليوم غا نحصدنو واحد الاجتماع باش نشوفو كيفاش يدبر هاد الملف دون أن تصبح مثلا خديجة عرضة هاد بغي يدير لها التحليل هاد بغي إمارة شنو يدير لها هاد بغي يحيد لها الوش ماذا إحنا بغينا نديروا واحد يعني تكون تداول باش يكون التعامل بشكل يعني بشكل عقلاني مع الموضوع وأكيد مجموعة من المحامين اللي غادي نتصلوا بيوم باش غا يكونوا إلى جانب خديجة